وزير الدفاع الأمريكي أين الضغط الأمريكي الحقيقي على إسرائيل لرضعها عن استهداف المدنيين؟ لكن عندما حماس تمسك بالأطفال فوق رؤوسهم وتقول ها أنا ذا تعالوا وقتلني ذلك ما تفعله حماس هي تستخدم هؤلاء الأطفال كدروع بشرية هذا أمر مأسوف له طبعا وإسرائيل تتصرف كذلك قل لي ماذا تفعل إسرائيل؟ أنا للحقيقة لا أدري أين شاهدت أنت مثل هذه المشاهد وحماس تأتي بعشرة آلاف طفل ترفعهم فوق الرؤوس إذا قلنا أن حماس رفعت عشرة آلاف طفل فوق الرؤوس إذن من المفترض أن يقتل عشرة آلاف من حماس أيضا أو أكثر قليلا وهذا لم يحدث حتى الآن أنت تقول أشياء تبدو كأنها في أفلام للحقيقة أنا لا أقلل منك حماس ترفع الأطفال فوق الرؤوس ومن ثم ماذا ستفعل إسرائيل؟ وأنتم أريتم قتل وموت في السابع من أكتوبر وأيضا المرهابي حماس الذين يقولون يا أمي يا أمي قتلت عشرة يهود بيدي أين رأيت هذا المشهد جودستاين حتى أستطيع أن أعود إليه وأتابعه؟ أين رأيت مشهد أن هناك حمسو يقول يا أمي قتلت عشرة وسأقتل المزيد؟ وأين رأيت طبعا مشهد عناصر حماس العشرة آلاف وهم يحملون عشرة آلاف طفل فوق رؤوسهم؟ أين رأيت هذه المشهد جودستاين؟ كل صحفي في الشيق الأوسط يريد أن يرى ذلك رأى شريطا بمدته 43 دقيقة فيه وأصوات من محادثات الجميع في مجلس الشيوخ وفي الولايات المتحدة رأوه وكثيرون آخرون رأو ذلك الفيديو مدته 43 دقيقة يظهر فضاء التي قامت بها حماس في السابع من أكتوبر أنت شاهدت هذا الفيديو جودستاين؟ أنت شاهدت هذا الفيديو؟ أنت شاهدته؟ لا لم أره ولكن تحدثت أولياء ناس فعلوا ذلك أنت لم ترى هذا الفيديو ولم ترى هذه المشاهد فقط تنقل لنا ما استمعت عليه للحقيقة دعني أندهش مرة أخرى مسؤول في يوم أيام بحجمك في إدارة بيل كلينتون فقط ينقل ما لا يرى أنا مندهش من هذا الحوار هناك العديد من المشاكل ومنها أن إسرائيل أحد حدودها هناك نظام حاكم مثل حماس يريد أن يقضي على إسرائيل هل من الممكن أن تقول لي متى كانت تصريح الخاص بحماس التي قالت فيه أنها تريد القضاء على إسرائيل بالكلية وتريد القضاء على اليهود بالكلية متى قالت حماس هذا التصريح تحديدا؟ مرة أصدرت بيانين تعدع فيه إلى القضاء على إسرائيل وقتل كل اليهود وأيضا متى أصدرت هذا البيان جودستاين؟ سيد جودستاين متى أصدرت حماس هذا البيان حتى نستطيع العودة إليه وننشره؟ يقول أن تذهب إلى جوجل وتبحث عن حماس وما هو برنامج يعني مثلا لو أعطيتك خمس دقائق هل من الممكن أن تبرز لنا هذا البيان مثلا؟ لو أعطيتك خمس دقائق عشر دقائق تظهر لنا هذا البيان لحماس أنها تريد القضاء على إسرائيل كل إسرائيل واليهود كل اليهود؟ لا لا أستطيع لا يمكن أن أريكم لكن إذا دعوتمني مرة أخرى سأجهزه لأريه لكم في أي وقت غدا تكون جاهزا بهذا البيان جودستاين لترينا إياه؟ ربما سنتواصل إذا كنت قادرا على أن أكون معكم نعم ربما وستتواصل نحن معك عموما غدا بعد غد الأسبوع القادم حتى نستطيع أن نضع حماس جودستاين ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر